رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت بإعلان أرمينيا اعترفها رسميا بدولة فلسطين مؤكدا أنه قرار شجاع يعكس وقوف هذه الدولة الصديقة في الجانب الصحيح من التاريخ وقال جمال رجدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية أن توسع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعكس اقتناء متزايدا لدى المجتمع الدولي باستحالة استمرار الاحتلال ونقل رجدي عن الأمين العام للجامعة العربية مناشدته لكافة الدول التي لم تقدم على هذه الخطوة بعد اتخاذ القرار السليم أخلاقيا والصحيح قانونيا وسياسيا بالاعتراف بدولة فلسطين في أقرب الآجال